ايها الحرار في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله بزعل جدا جدا لما لاقي صديق مصقف بيبعث لي حاجات النهاردة انا قلتها من شهور وحذرت منها من شهور في البرنامج ده في مصر النهاردة ازعل قوي وتحس ان الناس يا عم تابع طيب يا ناس احنا بنقول الكلام ده مش في الهوى مشكلة امتنا العربية ذاكرتها ذاكرة ضعيفة انا مش معايا بلورة سحرية ولا اتدعي اني بقرى الكف والغيب وافتع كوتشينا ولا طبعا بينزل علي وحي انما بالمنطق بالعقل بالتحليل بقراءة دقيقة للتاريخ تقدر تعرف احنا رحيم فين وتقدر تعرف ليه اللي قلناه من شهور النهاردة دلوقتي بتلاقي اماراته واشاراته وده ناس تقولوا يا حضرات النهاردة الناس كلها زيتة من مبارح على قصة انا حكيتها هنا من شهور اسمحوا لي ادعي والله ان احنا البرنامج الوحيد اللي من شهور قال القصة اللي مصر كلها زيتة فيها النهاردة هنا في برنامج مصر النهاردة في ديسمبر احنا دلوقتي في مايو اتنين مايو يعني ديسمبر يناير فبراير مارس ابريل مايو في مايو اللي فات سألت السؤال وقلت هل ممكن الرجل ده ابراهيم العرجاني يحكم مصر في يوم العيام وسؤالي كان له مغزى معين اتحقق وخلصت القصة هفكر صديقي المثقف اللي انا بحبه ان الكلام اللي هو بعتهولي انا قلته ده فيديو من برنامج مصر النهاردة في ديسمبر 23 العرجاني هو حمدتي مصر اسمع هل ابراهيم العرجاني او النخنوخ او هشان طلعت مصطفى ممكن مايجيش عليهم يوم ويطمعوا في حكم مصر انا سمعك انت بتقولي انت مجنون مصر بلد كبير او تاريخ معقولة اللي بتقوله ده انا اقولك ببساطة جديدة جدا خد عندك واحد زي ابراهيم العرجاني كان كل امل ويطموحه انه يقابل اي ضبط رجبة كبيرة في سيناء وصل بيه الامر الى انه بيقابل قائد جيش تاني لا مش بس كده ده اتطور الامر الى انه بقى بيقابل وزير الدفاع لا مش بس كده ده وصل بيه الامر الى انه بقى بيقابل رئيس الدولة نفسه اوعى تشك لحظة انه بسنة تدافع هناك دول اخرى هتقعد مع العرجاني والدول دي تعمل مع العرجاني اجندة ويبقى العرجاني دولة داخل دولة سمعتك برضو هتقول انت مجنون هقولك بص على اللي جنبك بص على التخت اللي جنبك بص على لحمتي في السودان اللي كان مجرد راعي ابل بلطجي حافي عاري واللي انشأه واسسه عمر البشير رئيس دولة السودان وهب الدوله سلاح وهب الدوله منصب وهب الدوله ترتيبات وميزانية وهب تحول مع غرور قوة وضعف الدولة الى منافس على حكم السودان والجيش نفسه تخيل اصبح جيش موازي اصبح بيدغط على البرهان عشان البرهان يقبل بالسلام معاه ده كلامي في 23 ديسمبر 23 الحلقة موجودة على اليوتيوب بالتاريخ واليوتيوب لا يجذب ولا يتجمل الغريبة انه النهاردة ومبارح الناس زيتة على الكلام ده وكأنه جديد طيب ما احنا ايلينه طيب ما انا قلته طيب ما احنا حذرنا من ده في ديسمبر 23 اهو قدامك الفيديو ما انا حذرت اول واحد حذرت من ده حمدتي ليه الناس النهاردة متفاجأة قوي كده ليس الناس النهاردة زيتة ومبارح ايه ده ايه الحق ايه ده ايه الزيتة ما احنا ايلين ده هو احنا ليه ذكرتنا ضعيفة قوي كده السؤال اللي انا سألته وقتها على فكرة ده ما كانش فتح فنجان ولا وحي بينزل اه في توفيق لربنا من ربنا يعني انما فيه قراءة للتاريخ للمنطقة فيه قراءة للقوة اللي بتحرك المنطقة السؤال اللي انا سألته وقتها في تلاتة وعشرين ديسمبر تلاتة وعشرين كان بسبب اللي بيتعامل مع العرجاني والنفوذ اللي بياخدوا واحد مجرم تاجر مخدرات في البلد وكله تحت رعاية السيسي دلوقتي وبعد اسبوع من الزكرى الاتنين واربعين لتحرير السيناء نفاجأ يا حضرات انتوا تفاجئوا انا ما اتفاجئتش ان سيناء اللي تراوت بدماء ابقنا الشهداء في حروب ستة وخمسين وثلاثة وسبعين وسبعة وستين طبعا بقت عزبة خاصة لواحد من رجالة السيسي ودرعه القذرة في سيناء وهو ابراهيم العرجاني الراجل يا حضرات ظهر وسط حراسة خاصة وموكب ضخم خلال حفل تنصيبه رئيسا لاتحاد القبائل العربية الجماعة اللي تفاجئوا بقى صف واحد كده مع بعض فرق والله الذي لا اله إلا هو أنا أول مرة أشوف الفيديو أنا ما بشوفش الحاجات دي خالص أنت تقرأ بس الخبر كده إنما معلش هات للفيديو أولا شفتوا العربيات الضخمة الكبيرة دي نبي جيبي الفيديو نبي أيوة شفتوا العربيات الحلوة دي يبيه راجل دخل تمانية وتمانين مليون دولار فأقل من سبع شهور أقل مش سبع شهور أقل ما يجيبش ليه موكب زي ده بص بقى الموكب مفترض إنه واحد بس برهيم العرجاني ومعه مصطفى أبو البكاري مصطفى ده أهله كانوا كلفين ما علينا مش مشكلة إنما يلفت نظرك بقى حاجة مهمة جد ده الحاج برهيم العرجاني يا ظهر السينوية يلفت نظرك بقى القصة اللي جاية أنا أول مرة والله أنا خلي بالك بس أنت بص على دي سينة أوفنا أوفنا دي سينة بيه دي بيه سينة دي اللي إحنا وغدينها من 42 سنة شاف الصحراء إحنا وغدين سينة من 42 سنة من 42 سنة شاف الصحراء يعني ده قاوي نكمل بقى الفيديو نكمل شاف بس ياسيبك من مزيكة ما هي نفس النبرة كمل 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 كم مش ضروي الصوت يا بيه كمل 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 يا ظهر السينوية حاج برهيم العرجان يا ظهر السينوية كمت بقى اجري اجري يعني يعني سرع كده شوية سرع لحد مواريك منظر اجري اجري وديني أوم وصلني يلا زي عبدالله بمقال كمت كمت ايوة الفيديو أقفنا بقى حضارة الفيديو ده بقى أولا شوف كم العربيات اللي وارا دي في الصحراء ده ما يلفتش النظر خالص ملناش دعو بيه ملناش دعو مش متعيتنا عايزك في الفيديو كده تدور كم واحد لابس فيست وحاطة اير بيس واحد اتنين كمل بقى هتلاقي الفيديو كمل دور على اللابسين فيست تلاتة دور دي حراسة يا بيه الحاج يبرغي من العرجان نازل حراسة بوس 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 حاج يبرغي من العرجان نازل حراسة في معاه حراسة خاصة بوس بوس شايف موكب رئاسي يا بيه تتفرج موكب رئاسي يا ريس المشهد بيكتمل بإعلان كبير كهنة منف محفوظ عجب الشهير بمصطفى بكري الرجل الذي لم يترك مائدة عبر تاريخ مصر ما خالش عليها بص يا من يعلم قوبيين كالمعاهم شيوعيين كالمعاهم مباركين كالمعاهم سادتيين كالمعاهم ناصريين إخوان كالمعاهم ما سابش حد رجل ممتد عابر للعصور والأنظمة مصطفى بكري أعلن عن اختيار البلطبي إبراهيم العرجاني وتاج المخدرات اللي أتى لجنودنا في سيناء إبراهيم العرجاني أعلن عنه أنه أصبح رئيسا لاتحاد القبائل العربية فضل تاسعا في ضوء المشاورات التي جرت تم الاتفاق على اختيار ابن سيناء الشيخ إبراهيم العرجاني رئيسا لاتحاد القبائل العربية تقديرا لدوره الوطني والاجتماعي القبائل العربية في مصر كتير جدا وفيه كتب كتير جدا اتكلمت على القبائل العربية في سيناء والقبائل العربية في سيناء متوزعين في حيثة كثيرة أو في مناطق مش في سيناء أصدي في مصر أنا أسف في مصر القبائل العربية متوزعة في مصر مثلا في البحيرة وفي غرب زي الجوازي البيض والجوازي الحمر والعككشة اللي هم قبيلة عكاشة اللي منهم توفي عكاشة بمناسبة من قبيلة عربية ومشهورة وتمتد إلى أحد الصحابة ومنهم قبائل تانية في الصعيد ليها نسهب مع القبائل في ليبيا وفي قبائل عربية موجودة في الصعيد ليها نسهب مع الجدة أو مع النجد فالرجل قال اتحاد القبائل العربية فين معلش نرجع تاني كده رئيس الاتحاد القبائل العربية فين هاته تاني الفيديو كده تاسعا في ضوء المشاورات التي جرت تم الاتفاق على اختيار ابن سيناء الشيخ إبراهيم العرجاني رئيس الاتحاد القبائل العربية تقديرا لدوره الوطني والاجتماعي ده يفسر لك ليه كان موجود واحد من قبيلة عربية في الفيديو اللي قبل ده لابس زي مي السيناوي هات بقى الفيديو بتاع استقبال العرجاني اخره اللي هو بتاع موكب السيارات في واحد كان مرتدي زي عربي لا ينتمي اجري بقى اجري الاخر لحد ما الحراسة والجودة يعني لحد الحراسة اول ما الحراسة تيجي كده في واحد كان موجود اه بسوا قفنا قفنا الراجل ده ده زي ينتمي للقبائل العربية اللي في مارسة مطروح اللي هي على حدود ليبيا لان دول بيلبسوا حاجة اقرب للزي الليبي والزي التونسي وما بيلبسوش زي كده دول بيلبسوا الزي ده هو زي القبائل العربية في سينا لكن الزي ده زي القبائل العربية في ليبيا فاذا كل قبائل العربية في مصر اصبح رئيسهم الارجاني والقبائل العربية في مصر بتعيش دايما على الحدود هم ليهم الحدود هتلاقي اغلب القبائل العربية موجودة على الحدود يعني بعد ان مارسة مطروح كده هتبتدي تسمع عن قبائل العربية ونسب وحاجات مدي على حدود المينيا غرب المينيا نفس القصة وبرضه في الصعيد وطبعا سيناء كلها قبائل العربية اذا ابراهيم العرجاني يتحكم اصبح رئيس لاتحاد كل القبائل اللي على الحدود دي القبائل على الحدود دي يا حضرات قبائل اقدت مضجع الانظمة المصرية يمكن من بداية العصول الاسلامية لدرجة ان محمد علي باشا كان هيقتلوه القبائل العربية في طريق السويس وهرب من فخ كم معموله واخد المسافة من القاهرة الى السويس من السويس الى القاهرة في 11 ساعة بالجمل طبعا ونفد من كمين كم معموله وكانت بعض القبائل العربية بتقطع الطريق التجارة وكانت مهمة الممليك ومحمد علي والعثمانيين ثم من قتى بعدهم انه يعقد اتفاقيات مع رجال القبائل العربية عشان يضمن حماية القوافل التجارية مش بس كده الراجل اللي تولى بالبوليس المصري وهو له مذكرات نسيت اسمه دلوقتي ولو مذكرات مشهورة الراجل ده بيحكي عن ازاي كانوا بيتعاملوا مع القبائل العربية وازاي كانوا بيعقدوا معها اتفاقيات وما من رئيس اتى على مصر الا ومهتم جدا بالقبائل العربية كده القبائل العربية اتعمل لها اتحاد غصب عنك واقتدار يعني يعني كل قبائل اولاد علي اللي منهم ناس في الدولة مهمين جدا كان منهم فهمي عمر الموزيع المشهور كل القبائل دي حتى قبائل البحيرة كلها دلوقتي اتعمل لهم اتحاد كده غصب واقتدار ورئيسهم دلوقتي الشيخ ابراهيم العرجاني اتوا تعرفوش مدى فداحة القصة بالجزمة اتعمل لهم اتحاد وبقى تاجر المخدرات ده رئيسهم كلهم المشهد ده حضرات حذرت انا منه من شهور من 25 ديسمبر 2023 انا حذرت من المشهد ده بيتكرر دلوقتي مع العرجاني بعد ما بقى ليه ميليشيات ونفوز سياسي واخصادي كبير ودلوقتي بيتوسع النفوز السياسي وبيتحول وحدة وحدة لغول بيكبر هيجي يوم ومحدش يقدر عليه ولا السيسي نفسه هيقدر تقوله هتقول لي فين اجهزة الدولة السيادية ولا احنا ما تعلمناش من اللي بيعمله حمدتي في السودان او الحجد الشعبي في العراق او باجنر في روسيا وده اللي انا حذرت منه من شهور دلوقتي ولله الحمد بعد خمس شهور خرجت الناس عشان تشوف اللي انا حذرت منه من شهور ومنهم الاستاذ تعمير شنين شوئي اللي كتب البوست دان معارض معما كان هذا الرجل مهما او مخلصا او بطلا في الكواليس كما تتخيلون في هذه بداية النهاية وده بداية طريق اللي يروح ما يرجعش لا اعلم حقيقة كيف تمت الموافقة على هذا واين اجهزة الدولة والمؤسسة الاهم من هذا التصرف الغير مسبوق منذ ان وحد عمينا القطرين سنة 3200 قبل الميلاد مؤسسة للأسرة الحاكمة الاولى واول دولة مركزية في التاريخ لا اعلم هل لا يتعلمون من تجربة حمدتي في السودان فاجنر في روسيا مليشيات الحجد الشعبي في العراق هل ما زال هناك شكة ان نحن زاهبون عمدا واخيانا لا قبل لا قبل لا قبل لا قبل لا احد بما هو قادم انا قلت ده استاذ تامر شنين شوئي قلت والله من خمس شهور بص على الجنبك بص على حمدتي في السودان قلت الكلام ده بالنص من راعي ابل حافي جعر تعبان الى واحد النهاردة اصبح معاه نص السودان وبتقعد معاه دول وبيستقبل استخبار رؤساء دول وبيحارب الجيش الشعبي جيش الدولة على ما استفهام كتير قوي على ما بيحصل دلوقتي وليه في التوقيت ده تحديدا كمان ليه اختيار ابراهيم العرجاني بالذات انا برضو للتاريخ لم تكن يوما تحت حكم الدولة كانوا يطيعوا الدولة ولكن لهم محاكمهم الخاصة مش اقليات ولا اسنيات ولا الكلام الفائغ ده لكن هذه الدولة كل قبيلة لها شيخ وعندما تحدث مشكلة بيحتكم الشيخ القبيلة وهذا الشيخ بيقرر هذه القبائل ما بتعترفش بالمحاكم الى حد كبير ولكن بالمجالس العرفية واللي بيقرره المجلس العرفي بيمشى على اي حد مختلف هذه القبائل لها وضعها الخاص النهاردة اتلمت كلها وتربطت وراحت تبريم العرجاني مشهد كاريسي وبينواحد لمصيبة كبيرة قوي بتهدد مصر وده اللي تكلم عنه الدكتور عسام عبدالشافي برضو اللي قال كاريسة حقيقية كاريسة حقيقية تتم بهدوء شديد في ظل الاهتمام الاعلامي العربي والدولة بأحداث غزة وهي مخطط تقسيم مصر السيسي بإعلانه عن تشكيل اتحاد القبائل برأسة العرجاني يتقدم خطوات في هذا المخطط بتقسيم مصر واقعيا وتعزيز دور ميليشيات العرجاني عمليا لتكون بديلا عن الجيش الذي سيتم تفكيكه السيسي جاء لهدف محدد وكل ما قام به منذ قلب 13 هو لتحقيق هذا الهدف مصر سيتم تفكيكها إلى عدة دويلات كما فعلوا ويفعلون بالسودان والسوريا والليبيا واليمن والعراق والصمان لكن الغريبة بقى في مشهد تنصيب العرجاني هو ان السيسي مش في الصورة طيب معليش تاني بقى عشان الناس اللي عمالة بتنسى معليش تاني يا ميزو نعيد مرة تانية النبوءة بتاعتي يوم 25 ديسمبر 23 عشان هفاجأك دلوقتي بحاجة جديدة نشوف كده اللي أنا قلت تتحققه أو بدأ يتحققه 25 ديسمبر 23 هل إبراهيم العرجاني أو النقنوخ كده ده تطور الأمر إلى أنه بقى بيقابل وزير الدفاع لا مش بس كده ده وصل به الأمر إلى أنه بقى بيقابل رئيس الدولة نفسه أوعى تشك لحظة إن بسنة تدافع هناك دول أخرى هتقعد مع العرجاني والدول دي تعمل مع العرجاني أجندة ويبقى العرجاني دولة داخل دولة سمعتك برضو هتقول أنت مجنون هقولك بص على الجنبك بص على التخت اللي جنبك بص على أحمدتي في السودان اللي كان مجرد رعي قبل بلتجي حافي عاري واللي أنشأه وأسسه عمر البشير رئيس دولة السودان وهب الدوله سلاح وهب الدوله منصب وهب الدوله ترتيبات وميزانية وهب تحول مع غرور قوة وضعف الدولة إلى منافس على حكم السودان والجيش نفسه تخيل أصبح جيش موازي أصبح بيدغط على البرهان عشان البرهان يقبل بالسلام معاه بس أوفنا ارجع بقى تاني كده وراء عشان هفاجأك باللي جاي بقى الغريبة في مشهد تنصيب العرجاني هو أن السيسي مش في الصورة ولقينا مصطفى الكلاف كلاف دي يعني بيلم الزبالة من تحت البهايم والأحصنة بيكمل مسلسل التعريض التاريخي أعلن عن اختيار السيسي رئيسا شرفيا للتحاد القبائل العربية شرفي إلعب سادسا توافق المشايخ والعواقل والرموز الوطنية والاجتماعية على أن يكون السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا شرفيا للاتحاد تعريض يا حضرات علم ومنهج مش كده وخلاص ما ليه مصطفى مستمر لو أنت خدت بالك إعلان اختيار العرجاني كان رقم بند رقم كم تسعة إعلان اختيار العرجاني رئيسا لاتحاد القبائل العربية طب إعلان اختيار السيسي رئيسا شرفيا كان رقم كم تلاتة هي كده يعني ليه فيه أصول في الشغل الأحلى من الشغل تضبيط الشغل إيه ده بقى معقولة السيسي اللي بيرأس كل حاجة في مصر في الجمهورية الجديدة جيش والشرطة والسياحة ومجاري وكل المجالس المتخصصة والأمنية والعسكرية والإخصادية ومتاحف بس هنا في اتحاد القبائل العربية رئيسا شرفيا لاتحاد القبائل العرب في مصر شرفي كده هو هذا السيسي هو رئيس كل حاجة رئيس كل حاجة بيه تشكين مجلس الأعلى وحياتي الصحافة والإعلاب السيسي السيسي الرجل بيعلم كل حاجة الرجل مش فاضي يهرش الرجل مش فاضي لكم اشمعنا في ديه شرفي هو ما فيش شرف عنده بس ماشي اشمعنا في ديه شرفي بقى يا بيه حتى الميزان المال أي حاجة الدمغة والموازين أي حاجة ما سابش حتة الرجل متعقد مش سايب حدي برئيس حاجة اشمعنا في اتحاد القبائل العربية في مصر اللي اليوم تاريخ طويل اشمعنا في دي بقى رئيس شرفي عايزت أعرف إيه القبائل العربية في سيناء حسب ما نشرته اليوم السابع دي تقريبا تقريبا مش كل القبائل بس هما نشروا كده الاتحاد عبارة عن تحالف بين 30 قبيلة مصرية سينوية الترابين طبعا المسعيد السمعانة والسعديين السواركة العيدية الرميلات اللي بعد عبيه البياضية تسكن هزر طبيبير العبد العقيلة السحل شاري سيناء الدواغرة الرياشات دي يعني من أبرز الاتحاد القبائل يعني على أي حال عايز تعرف قادي القبائل اللي هما بيكلموا عليها يعني السيسي والعرجاني دلوقتي بأمره أساء دي أول خطوة بالراحة شوية بالراحة السيسي رئيس شرفي والعرجاني رئيس حقيقي يعني العرجاني تقريبا بقى رئيس السيسي أو لأنه هو الرئيس الفعلي والسيسي رئيس شرفي طب خد بقى مني اللي أنا قلته في الفيديو ده يوم 25 ديسمبر 23 ميزو عند الحتة اللي أقولك أقف عندها أقف عندها اسمع كده الفيديو بتاعكم هل إبراهيم العرجاني أو النقنوخ أو هشان طلعت مصطفى ممكن ما يجيش عليهم يوم ويطمعوا في حكم مصر أنا سمعك أنت بتقولي أنت مجنون مصر بلد كبير أو تاريخ معقولة اللي بتقوله ده أنا أقولك ببساطة جديدة جدا خد عندك واحد زي إبراهيم العرجاني كان كل أمل ويتموحه أنه يقابل أي زبط رجبة كبيرة في سيناه وصل بيه الأمر إلى أنه بيقابل قائد جيش تاني لا مش بس كده ده تطور الأمر إلى أنه بقى بيقابل وزير الدفاع لا مش بس كده ده وصل بيه الأمر إلى أنه بقى بيقابل رئيس الدولة نفسه أوعى تشك لحظة أنه بسلمة التدافع هناك دول أخرى هتقعد مع العرجاني والدول دي تعمل مع العرجاني ما صوفنا نوع في عند حتة دي بقى دي زيتونت الموضوع السؤال يا حضرات هو العرجاني بقى رئيس اتحادي القبائل العربية وبقى عنده سلاح ورجال السؤال بقى هو العرجاني جايز زي الرئيس الاتحاد قبائل هو أصلاً كان فيه اتحاد قبائل ما كانش فيه طب هو العرجاني جايز زي رئيس اتحاد قبائل من نفسه كده من الأجهزة الأمنية المصرية ولا إسرائيل هي اللي اخترت العرجاني حد سمعك برضو أنت نفسك بتاع 25 ديسمبر هتقول لي يا عم أنت كل حاجة تحشر فيها إسرائيل إيه علاقة إسرائيل بالموضوع هقولك لا 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 ده أنت عايز القصة من أولها عشان تفهم المشهد هحكيها لك من أولها الحكاية يا حضرات بدأت من زمان من 78 اتفاقية كان بديبت بن مصر وإسرائيل إسرائيل حطت سينة في دماغها وحطاها من زمان ومش ناسي أنها خرجت منها بالقوة وبالغزب وده اللي قاله مبارك أن نتانياهم قبل ما يمشي بست شهور عرض عليه ياخدوا حتة من سينة نرجع بقى لصوت الرئيس مبارك نرجع بقى لصوت الرئيس مبارك نرجع بقى لصوت الرئيس مبارك وبيكلمني عن إسرائيل بص على سينة ناخد بقى الرجل اللي قعد معاهم في اتفاقية أوسلو المرحوم يا سعرفات اللي تكلم عن إن إزاي إسرائيل حطا في دماغها سيناء نشوف كده قالي يا سعرفات هذه عملة إسرائيلية 10 أغوراتس 10 أغوراتس إسرائيلية هذه العملة عملة حديثة جدا خلفها في الشمعدان الإسرائيلي وتحت الشمعدان في إسرائيل الكبرى سينة كل لبنان كل الأردن ثلاثين سوريا ثلاثين ربع العراق ثلاثين بعث كفاية عايز زليل تاني على إن إسرائيل مش نسي سينة يا بي من أول اتفاقية 78 79 إسرائيل مش نسي سينة وعايزاها وبتعتبر سينة جزء من أراضيها زي ما قال المرحوم أو الله يرحمه يا سعرفات موجودة على العملة سينة إسرائيل بتعتبر إن سينة دي جزء منها جزء من أرضها التاريخية بدليل إن حتى لما قعدوا مع السنات عمل اتفاقية موزلة لمصر إن سينة دي لا مش الدلت يا حبيبي السينة دي تتقسم لمناطق ألف وبيه وجيم وإحنا نحدد لك التسليح اللي يبقى فيها وقادي جزء من اتفاقية كامب ديفيد نقسم سينة لمناطق قادي المنطقة قادي سينة كلها A اللي هي جنب القناة السويس المنطقة B اللي هي في نص سينة المنطقة C زي ما انت شايف والمنطقة دي زي ما انت شايفها كده كل منطقة من دول يا حضرات عدد معين من الأسلحة يبقى فيها ده نص الاتفاقية ازلال وإهانة المصر كل منطقة من دي فيها عدد من التسليح احنا اللي نحدده ما تخشش حاجة بص فارد يتكودش زيادة غير لما احنا نحدده اتفاقية دي فيها مناطق محرم على الجيش المصر لنتقلها وكأنها أرض محتلة وعليها نزاع ومن ضمن الأراضي الاتفاقية منعت انه يكون فيها اي تواجد عسكري سواء المصر او اسرائيل محور في لديها الفياد اللي اسرائيل بتخطط دلوقتي انها تحتله تاني وبتضرب اتفاقية كامب ديفض عرض البحر عشان تقدر زي بتقول تفضي الايه المقاومة في الاصطناعي السؤال بقى من 42 سنة لا لا خلي الخريطة الله يخليك فين بقى تانمية سينة بقى لنا 42 سنة سيبك بقى خليك بس معي بقى لك 42 سنة واخد المنطقة دي قول لي بقى فين التنمية انا اقول لك التنمية فين التنمية في الساحل ده قرى سياحية وحاجات هقص ومكص التنمية في الجزء ده ده على قناة السويس ومنطقة البحر الاحمر عيش يا معلم قرى سياحية وملايط وطيارات شرطر ورحلات خاصة بتنزل هنا الناس تروح تبلبط هنا بقى في ايه لا شيء اتفاقية تنمية سينة فين هي اسرائيل حريصة كل الحرص على ان سينة دي تفضل دايما عريانا كده لان اي تشكيل سكاني هنا او ازدحان سكاني هيشكل خطر على دولة اسرائيل وبالتالي تفضل دايما سينة عريانا فضياء بلاش كده سمعنا كلام كتير قوي خلال العشر سنين اللي فاتوا عن مليارات صرافها السيسي على تنمية شبه جزيرة سينة والكلام ده من بقى من ايام تفايت كامبي دايبت مبارك لحد الوقت عايش تسمع افكرك خش يا بيبت بالمكسات السادات يا بحسين المحاتان الجوري السلام خش برنامج قومي لتعمير سيناء تحته في المراب دايبت المشتوق علي ده ايام السادات اللي بعده بص بنكلم من امتى على تنمية سينة برنامج قومي لتعمير سيناء لتعمقه بقى هنعمل حاجات وهننقل اللي بعده عايشين احنا على الكلام ده ادي ايام مبارك ارض المعارك تحولت الى ارض للبناء ومسابقة عالمية لاقامة مشروع سياحي عملك سياحي في رأس محمد يا بيه ايام الرئيس مبارك نفسه تم اختراع مشروع اسمه تنمية سيناء عشان ينقلوا ثلاثة مليون ساكن من سكان الدلتا الى سيناء وعشان نزرع آلاف الافدنا انفقنا كان بقى كتير جدا حوالي 11 مليار جنيه تقريبا ايام كان عاطف صدقي او كان كمال الجنزوري بلاش دي مش هتلاقي لها خبر خد التانية دي السيسي بنفسه طلع قال انفقنا 600 مليار جنيه على تنمية سيناء والامن القومي لا يقدر بمال الكلام ده كان في 20 22 ابريل في 20 600 مليار جنيه رحوا فين ليه بقول لك كده يا حضرات لان توصية اسرائيل بان سيناء لا تعمر ولا ينقل لها سكان هيا بالقبائل العربية اللي فيها كده زي الفل هيا كده حلوة قوي لانها لو تمالت سكان هتبقى خطر على الكيان وبالتالي اي ضرب فيها يبقى ضرب المدنيين وهتعرض اسرائيل زي المشكلة اللي حصلت في غزة لانتقادات عالمية عشان كده تفضل سيناء تحت الحراسة كده فضية لو فيها مشاريع تبقى مشاريع سياحية ناس لطيفة ناس رحين يلبسوا ميوهات حتى واحدة ويشربوا حشيش نشرب بؤين خمرة والحمد لله على كده عشان كده بقول لها حضرتك مستحيل ان الاتحاد بتاع القبائل ده يكون جاي إلا بتوصية من اسرائيل مستحيل يكون العرجاني تم ترشيحه وعمله كان إلا بموافقة واختيار إسرائيلي زي ما السيسي بيقول كان كل ده بمباركة إسرائيل إسرائيل نفسها قالت على السيسي هدية السماء لنا ولعنة على حماس توفيع عكاشة اللي من قبيلة عكاشة وهي قبيلة عظيمة على فكرة منهم بعيلة الفئي برضو وعيلة الفئي دي ايه العظيمة بس منهم الجاسوس ده بتاعي بستيم لكن ده مش مشكلة إنما تقريبا أم توفيع عكاشة واخدة من الفئي تقريبا تقريبا لكن عينة عكاشة أو قبيلة عكاشة تنتمي إلى عكاشة وده واحد من الصحابة توفيع عكاشة نفسه في تلاتين ستة قال عايزين العالم يقبل السيسي كلمه إسرائيل عايزين العالم أمريكا ترضى عن السيسي يجي رئيس خده إسرائيل كلمه إسرائيل أوعى تقنعن إن السيسي أو الجيش المصري بيحط مصمار في سيناء بدون رضع إسرائيل ومقافة إسرائيل أوعى تبقى سازج ما فيش خشبة ما فيش كوتش عربية يعدي في سيناء إلا بموافد إسرائيل ده جزء مهم ولا يمكن يتعامل كيان كبير أو زي اتحاد القبائل العربية ده بدون توصية إسرائيلية بدون دور لإسرائيل وده يفسر ليه المجلس الوحيد اللي السيسي مش رئيسه هو المجلس ده لأن إسرائيل صحبت القرار في سيناء عايز دليل تاني والله يسمعك بتقولي أنت بتكبر الموضوع هديك دليل تاني دايما إسرائيل اتعودت يا حضرات إنها تعمل اتفاقيات مع العرب والاتفاقية يبقى فيها خمس حاجات ليك وخمس حاجات العرب فجأة تلاقي اللي بتاخده إسرائيل أكتر من العرب كتير شوف اتفاقية كامبي ديبد استفادت منها إسرائيل أكتر من مصر بكتير شوف يا سيدي اتفاقية أسلو اللي كانت بتعمل على وقف المستوطنات وحاجات كتير جدا إسرائيل ما نفذتش منهم حاجة بل إن المستوطنات زادت بعد اتفاقية أسلو أكتر بكتير من الأول إسرائيل متعود على كده إنت عايز اتفاقية السلام نعمل يا سيدي وليك خمس حاجات وليه خمس حاجات فجأة تلاقي إسرائيل توسعت وتكبرت وانت زي ما انت إسرائيل عملت مع مصر اتفاقية السلام في 79 أو 88 أوكي شوف بقى إسرائيل ما فيش دبابة تخش سيناق إلا بموافقة إسرائيل لكن إسرائيل نفسها بقى تخش سيناق عادي جدا من خلال موافقة مصر أو بموافقة مصر شوش كلا الدليل إيه بقى الطيران الإسرائيلي اللي رايح جاي في سماء سيناق من ساعة ما استيس جاه اتفضل أبي في 2016 بموافقة مصر قال إيه بموافقة مصر إسرائيل قامت بتنفيذ غارات بدون طائرات في سيناق تخيل ليه ما عندناش إحنا عجزين لمؤخزة مكسحين تبطلع دي في 24 طلعات إسرائيلية برضو في نفس القصة في سيناق تخش شابيع الخبر دخلت مصر مئة مرة وصلت لعمق 172 كيلو متر بيانات تكشف نشاط طائرة عسكرية خلال حرب على غزة مئة مرة دخلت بعمق 172 كيلو متر اللي أضع على الجماعات الإرهابية داخل سيناق كانت إسرائيل والطيرات الزنانة بتاعت إسرائيل خدها مني عشان ما تبقاش نايم على أدانك ما فيش مصمار في سيناق إلا بإرادة إسرائيل والطيران ده هو اللي ضرب الجماعات المسلحة في سيناق وبعدها بدأت ساعتها إسرائيل ألقتها ألقت ساعت بالسحوات ببساطة كده يا سيادة العرجاني هو رجل إسرائيل الجديد في سيناق هو اللي يمهد الأرض لأي حاجة عايز تعملها حتى لو كانت الحاجة دي احتلال أنت زعلان من احتلال وعلم إسرائيل في سيناق بسيطة هحط لك علم تاني خالص هحط لك علم القبائل العربية أنا طبعاً محترامي وتقديري للقبائل العربية في سيناق بس ده اللي قاله سيء الزكر شيمون بريز في معد الأمن القومي الإسرائيلي لما قال هم بيزعلوا من السفن اللي بتعدي في القناة عشان رفع عالم إسرائيل نحط أي عالم تاني أنت بيجي لك حموضة وحرارة والتهابات وتسلقات من العالم بتاعنا نجيب لك واحد تاني بعالم تاني فاكر المحاضرة دي يا بيبو بتاعة شيمون بريز ده منهج ده المنهج الإسرائيلي زي بالزرط الدول الاستعمالية أنت زعلان من الجيش الإنجليز في مصر 75 سنة هنخرج بس هنزرع الناس مكانها هنزرع أنظمة تحكم زي ما احنا بمحكم وأسوأ يبقى استعمار احتلال استحمار مش وهم بس احنا برا احنا رفعين إيدينا خالص علاقتنا ومصارينا الاقتصادية شغالة لكن اللي موجود جوه استعمار بالوكالة نفس القصة والمانعك ده بتعمل بإسرائيل أنت زعلان من العالم الإسرائيلي يا أبو خطين زر ونجم الدوود هجيب لك واحد من نفس ملتك بيتكلم زيك من نفس جنسك ويحط على متاني بس هو وكيل لإسرائيل ده المنح جلحطوه الصحينا اتفضل اللي يبيع المنح جاءو اتفضل اللي يبيع المنح جلحطوه كما بخبارات غلوباليات وياتفنا نحن ممخين بخام الدوارين كما بخبارات غلوباليات موانيانات لأبود نحن نيتانو حلوة ايه رأيك بقى ان انا فتحينيك على علاقة العرجاني باسرائيل عشان بس ده يكون دليل ان ده رجل اسرائيل اسمع بيه علاقة العرجاني باسرائيل ادت تايمز الشركة التي تخرج اللاجئين من غزة وتجني الاموال من المحتمل ان شركة هلا التابعة لبراهيم العرجاني قد حققت 88 مليون دولار في غضون اسابيع من خلال فرض رسوم على اشخاص اليائسين اكثر من 5000 دولار المغادرة من هو الرجل الذي يقف وراء هلا هلا هي واحدة من العديد من الشركات ضمن مجموعة ارجاني المملكة لبراهيم العرجاني الرجل الاعمال في سناء الذي تحول الى قائد ميليشيا يلقب بملك المعبر بسبب نفوذه الفريدة على شبه جزيرة سناء ونقطة الدخول والخروج الوحيدة الى غزة التي لا تقضي على الرقابة تسيطر عليها اسرائيل بشكل كامل مش قوي قوي ده ما فيش قوة بعد كده يعني الرجل ده ملك المعبر نفوذه قوي على المعبر تبقى للتايمز خلاص والمعبر اصلا بتسيطر عليه اسرائيل هو الرجل اللي شغال فيه يبقى السرائيل راضي عنه لا تبخدي تجار الدم تحقيق من ميدل إست آي عن العرجاني بتقول فيه ايه بقى تفضل كشف تحقيق صحيفة ميدل إست آي البريطانية ان شركة هالل الاستشارات والخدمات السحية المملوكة الرجل الاعمال المصري براهيم العرجاني تجني حوالي مليون دولار يوميا من الفلسطينيين الهفاري من غزة نخش شوية في الغمين الناشط السيناوي مسعد أبو فجر مسعد ده من سينا كان نتكلم عن الأرشيف الأسود للعرجاني في تغريدة سفق لي وقال إلعب يا بي مسعد أبو فجر أتذكر من سينا واحد من أبناء سينا من القبائل العربية في سينا أتذكر أنني من أربع سنوات حين حذرت من إبراهيم والد جمعة العرجاني كنت أحذر منه كنموذج عيل مع دبلوم من مداز التجارة السنمية في الشيخ زويد لما خلص الدبلوم قامت أمه واشتريت له عربية نص نائل يرتزق منها العمل على سيارة النصف نقل خطوة أولى نحو العمل كمغبر مع مباحث قسم الشيخ زويد في سينا خطوة تانية ويشتغل مع مغبر أمن الدولة تساعده قامت أمه في قطاع غزة من تزويد أمن الدولة بمعلومات من داخل القطاع إضافة إلى العمل كوسيط بين أمن الدولة وبيعين البودرة يقيم فرح ويعزم بيعين البودرة ويصور الحفل فيديو يأخذ الأولاد عمه الفيديو ويشتكونوا الأمن الدولة في مدينة نصر يدخل المعتقل تقوم تفجيرات طابة ومن مكانه في المعتقل يساعد أمن الدولة في مطاردة من اقترفه حواليس التفجير حيث يخرج مع أمن الدولة في الصباح ويعيدنه إلى زنزانته في المساء بعد خروجه من السجن توفر له أمن الدولة فرصة عمل مع حسن راتب ومن حسن راتب إلى أبو السيس رئيس المخابرات الحربية يومها على السيسي وكانت الدولة مسلم تكتفي بقصفنا إحنا عرب شب جزيرة سيناء بالقنابل العنقضية بل تخرج لنا من كمة دمية جاهلة ودميمة ثم تلقي بها في وجهنا وتقول هذا مدلكم يا راجل أقول لك الكبيري قوي كل دا أنت مش مقتنع به خذ الكبيري قوي بقى أنت لما حد عندك في البيت بيمرض بتودي مستشفى فين في مصر تبلغ إيدك فرطة شوية ودي لندن تبلغ إيدك شوية ودي أمريكا تخيل أن عيل من عياله يعيه يتعالج فين في إسرائيل عايز أكتر من كده دليل عنه رجل إسرائيل في سيناء خذ الخبر دا بعلاج ابنة رجل أعمال مصري تتلقى العلاج سرا في إسرائيل قالت القناة السبعة بالتلفزيون الإسرائيلي عن أن ابنة رجل أعمال مصري كبير تتلقى العلاج حاليا في إسرائيل دون ذكر اسم رجل أعمال وأضافت القناة العبرية أن الفتاة المصرية وصلت اليوم الأربعاء إلى إسرائيل سرا وتتلقى العلاج الطبي في مستشفى هداسة عين كارم وأوضعت القناة أن الفتاة تبلغ أن العمر 12 عام راح توصلت لإسرائيل بعد إصابتها في حادث حيث تقرر تحويلها إلى مستشفى هداسة حيث يوجد قسم مخصص لعلاج حوادث السيارات والصدمات المعقدة عند الأطفال سمعتك بتقولي تبع علاقة ده برايم العرجاني إيه؟ خرج التقارير الصحفية قالت أن البنت دي بنت رجل أعمال رجل برايم العرجاني تفضل يا بيت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر من كده وكله يا حبيبي كله بالود وطول ما أنا عايشين مع بعض هنعرف نود بعض جميلة أصاد جميلة بنته أصيبت في حادث رهيب معقد تتعالج في مستشفى هداثة وتخرج كويسة وانت وتتعامل معاملة كويسة جدا جميلة أصاد جميلة وعندنا مثل برضو عربي يقول كل عين تكرم لها عين هداثة سادة أفكرك بقى بالفيديو بتاعي اللي قلتولك 25 ديسمبر سنة 23 ما تستبعدش إن العرجاني تقعد مع دول وتتفق معه 25 ديسمبر تقات الحتة دي بس يا ميزو قلتها في الفيديو ده هل إبراهيم العرجاني أو النقنوخ أو عشان طلعته الصفة ممكن ما يجيش عليهم يوم ويطمعوا في حكم مصر أنا سمعك أنت بتقولي أنت مجنون مصر بلد كبير أو تاريخ معقولة اللي بتقوله ده أنا أقولك ببساطة جديدة جدا خد عندك واحد زي إبراهيم العرجاني كان كل أمل ويطموحه أنه يقابل أي ضابط رجبة كبيرة في سيناء وصل به الأمر إلى أنه بيقابل قائد جيش تاني لا مش بس كده ده تطور الأمر إلى أنه بقى بيقابل وزير الدفاع لا مش بس كده ده وصل به الأمر إلى أنه بقى بيقابل رئيس الدولة نفسه أوعى تشك لحظة أنه بسنة تدافع هناك دول أخرى هتقعد مع العرجاني ده الكلام اللي أنا قلته يوم 25 ديسامب 19 هناك دول أخرى ومرضة شقول إسرائيل تقعد مع العرجاني وتكبره ابننا صنعتنا صنعناها على أدينا وعنينا حضراتي السادة العرجاني مش لوحده ارجع بقى للفيديو بتاع اللي أنت عرضته من شوية ده العرجاني مش لوحده ارجع للفيديو بتاع ميم لحد ما أقول لك أقف كمل رجل إسرائيل يا حضرات كمل إلعب إلعب وأنا بكلمك رجل إسرائيل يا حضرات صنيعة إسرائيل الرجل ده مش لوحده تسيبك بقى من بنته تعالجت من في مستشفى هداثة الإسرائيلية بعد حادث سيارة معقد والعرجاني بنته عندها 12 سنة كمل بقى كمل 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 88 مليون دولار يا حضرات اللي دخلوا العرجاني بس افن لا لا ارجع وراء ارجع وراء وراء بس يا عم لأ إلعب له قدام أيوة بس افن علاقته بمين بمحمود السيسي ابن السيسي حضرات الحكاية مؤقدة بس سهلة وبسيطة وتتقري مخطط تفكيك مصر الدولات الصغيرة كتير قرين عنه لكن يبدو ان دي اول خطواته واللي بدأها السيسي او اسرائيل بتنصيب ابراهيم العرجاني رئيسا للاتحاد قبائل سيناء اسأل كده اي حد بيشتغل في سيناء اقول له تقدر مصر تعمل اي حاجة في سيناء بدون موافد اسرائيل اسألوا رجال الاعمال المصير اللي كانوا بيشتغلوا في سيناء قول لي منهم حسن راتب اللي انا اشتغلت معا اسألوا كده ما كنتش مترائب يا حسن في مصنعك بتاع الاسمنت او جامعة سيناء اللي كنت عاملها من المخابرات الاسرائيلية اسألوه حلفوه على المصحف قولوا له كده اسرائيل ما كنتش بترائب كل شكار اسمنت قولوا له كده ما ساعدتش انت في بناء الجدار العازل بمصنع الاسمنت عن طريق تامويل الاحتلال الاسمنت قولوا هل عملت ده بحب ولا عشان المكسب ولا بأوامر واختيار اسرائيلي ما فيش حاجة يا حضرات في سيناء بتتم إلا موافد اسرائيل القبائل الفورتيك اللي عدينها ده قصة كده معمولة عشان العرجاني يحكم سيناء هو رجل اسرائيل في سيناء وممكن تتفاجئ بعد شوية بان العرجاني بينفصل بسيناء اللي حررناها من الاحتلال اسرائيلي ويلاقيه بيقلل نفسه رئيسا عليها هو معه سلاح معه مليشيات دلوقت امتلتلة معه فلوس بالهبل مش بس كده العرجاني بيعمل زي زي اي جاسوس الجاسوس مهمته مش انه يشتغل لوحده مهمته انه يورط معه شخصيات تانية ويبقى معه ملف اسود ليهم العرجاني معه ملف اسود لمحمود السيسي يعني السيسي مقدرش يفتح عينه في العرجاني سدهاية على طريقة الاخ مرتضى منصور من العرجاني للصحف الاوروبية هتلاقي تقريبا المتعم رقم 6 في طيارة زنبيا تقريبا انا بقولش بمعلومة انما قيل انه ابن العرجاني عشان كده الدولة المصرية كلها ادخلت ورئيس المخابرات بنفسه راح زنبيا يقول لهم حل الواد لانه ده ابن العرجاني مش واحد عادي العرجاني ماسك بلاو متلتلة على شخصيات مصر واصبح بقى عنده ميليشيات وفلوس زي ما قاله الأستاذ خالد البن كده ابن العرجاني في المستقبل يا حاجة من اثنين الاول هيبقى عبق على السيسي وفي الحالة دي السيسي هيحاول يتخلص منه بأي طريقة لكن العرجاني هيكون خلاص عنده قواته اللي هتحارب قوات السيسي ويبدأ سيناريو انفصال سيناء عن مصر التاني العرجاني هيكبر لدرجة ان السيسي هيبقى بالنسبة له صغير ومش هيقدر يحاقق طموحه وفي الحالة دي هو اللي هيحاول يتخلص من السيسي وبرضو هيبدأ بسيناريو انفصال سيناء الخاسر في القصة دي كلها يا أستاذ خالد مش العرجاني ولا السيسي لو حصل ده الخاسر مصر الخلاص يا حضرات احنا قدام مشهد استثنائي في تاريخ مصر تأسيس كيان ضخ وده عمرنا ما شفنا بلدنا طول عشرات السنين الاتحاد ده مع وجود السيسي على رأس الحكم بيثير استفهام أو علامات استفهام كتير جدا وبيضق نقوس الخطر اللي بيحصل في مصر بالتوقيت ده بالذات وليه علاقة إسرائيل به وهيقدم لها خدمات شكلها ايه وليه المجرم تاج المقدرات ده واستلاح إبراهيم العرجاني أصبح زعيم المليشيات في سيناء أصبح هو رئيس اتحاد القبائل ايزاي مصر تستأمن حد بالشكل ده على قطعة جبيرة تقريبا تلتين من ساحة مصر أسئلة أجابتها تحمل كتير من الشرور اللي بيتم بتدبيرها المصر والأهلها أنا قلت اللي عني وقلت من شهور بس انتم متأخرين قوي وأنا زي ما قلت في الأول لا بفتح فنجان ولا بقر كف ولا زرقاء اليمامة انت بتقرأ تجارة الدول اسرائيل دولة تعلم بأنها صغيرة جدا محاطة بأعداء كتير عشان كده لازم تكون حلفاء التاريخ بيعلمنا ان مفيش امبراطورية او دولة سقطت من خارج دائما تسقط من الداخل اسألوا كده كيف سقطت الامبراطورية العثمانية من الداخل الدول لا تسقط بهجمات خارجية عمر اي هجم عسكري ما وقع الدولة عشان توقعها لازم تقع من الداخل من الاساس بتاعها وربنا يسرع اللي جاي وعلى مصر وعلى أهل مصر بس انتم متأخرين قوي اشتركوا في القناة